اشتركوا في القناة وثالث صبرا قال ياسر موعدكم الجنة اصبر اصبر تنول الناس شككت مش هقولك بقى امبارح اول امبارح لما حصلت القصة قلنا ايه قلنا جماعة اقولكم انا اظن مجرد ظن ليس فيه اي يقين مجرد توقع تحليل في ذهن الفقير الى الله تعالى الدولار هينزل صبرا وهتشوف احنا امبارح بقى بالتحديد قلتلكوا ايه اللي معا دولار يخلص منه يشتري مني روح ودي البنك ويخلص ليه عشان هترجع تغني ظلموه الناس اللي بتضرب على الدولار هتغني ظلموه ولسه على كل حال خلونا نروح للنهاردة النهاردة شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قارنته احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية طبعا خلال الاحتفالية اكد فخامة الرئيس ان المرأة المصرية بتعتبر السبب اصيل في حالة النجاح اللي بنعيشها وبالمناسبة يعني بنقصين كده من عند المزيع حقيقة واقعة مية في المية مية في المية المزيع الاسم يوسف ده يظن ان المرأة المصرية هي طول الوقت طول الوقت كده على رأيي الاستاذ خيري شلبي رحمة الله عليه الوتد بتاع البيت اللي من غيرها البيت ده يقع من غير والدتي ووالدتك من غير زوجتي وزوجتك من غير اخوتنا البيت ما يمشيش وما يتعدلش ولا يصلح امره مش بس علشان التدبير ودايما الحاجة تبقى مسألة ابعد من ذلك خلي بالك انه السيدات هم اللي بيقوموا بتربيت عيالنا دول عيالنا دول لو حد فينا ربنا كرمه في عياله فهو بأمر الله سبحانه وتعالى اولا وبسبب الام اللي ربت ثانيا وسالسا وربعا وخمسا وسادسا وسابعا ومليون احنا برا البيت بنسعى على لقمة العيش هم بيسعى على لقمة العيش وبيربوا وبيكبروا وبيهزبوا الاخلاق وفي العصر الجديد اللي احنا بنقيشه هم دول اللي بيودوا النوادي وودوا تمرينات الرياضة والفنون وخلافه هم اللي بيشيلوا الهم وإحنا بنشتغل طب وهم بيشتغلوا وشيلين البيت احنا بنشتغل بس مش كده ولا ايه عرق الوستاذ فؤاد المهندس رحم الله خيري شلبي ورحم الله فؤاد المهندس آمين اشار ايضا الرئيس النهاردة لانه المرأة كانت محركة وصانعة الاحداث خلال عشر سنوات ماضية اسمع كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام كل الفقرة اللي فاتت ديت وبقول ان المرأة كانت هي سبب كبير وسبب اصيل لحالة النجاح اللي احنا بنعيشها انا ما كنتش مبالغ وعايز افكركم في الاحداث اللي تمت خلال على الاقل العشر سنين اللي فاتوا وقدي المرأة كانت مسؤولة ومش بس كده وكانت محركة محركة وصانعة للأحداث ولما جينا حتى في برنامج الاصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية وبدعمها مررنا نجاح او مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومسندتها وانا لما بقولي الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ ان لو لا هذا الدعم يعني طبعا محدش فهمني غلط يعني الراجل موجود وبيقوم بدور وكل حاجة ما انا راجل برضو لكن صحيح لكن المرأة هي يعني افتكروا 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 بانصاف افتكروا اي زوج افتكر بانصاف زوجته بتعمل ايه افتكر كل ابن بانصاف والدته بتعمل ايه يعني يفتكر يفتكر كل ابن امه عملت ايه بانصاف انا بقول ما بقولش من حياز بمنتهى الانصاف عمله كتير اوي يعني خلونا يعني واحنا بنتكلم في ده خلونا نتكلم او نستقبل ونرحب جدا بالدكتورة نازلي معوض استاذ العلوم السياسية والوكيل الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اهلا بيك يا فندم اهلا بيك يا فندم اهلا بحديك يا دكتور نازلي كله تمام حمد لله ماذا عن تكريم اليوم يا دكتور والله انا سعيدة قوي حيا ربنا يعني اكرمني شعن حيا ربنا اكرمني يعني انا انا اطلعت السلالب انا عندي شوية زروف حركية يعني صعبة بانت بعض رائع يعني صح بانت تلعت السلالب مصعدة بعض الشباب في المراسم يعني وبعدين في اخر السن اقلت خلاص ليشوا بقى سمون يعني ففقعت بالرئيس جاء بخطوة سريعة كده وقابلني ما خلنيش اكمل استيج بغاية عنده ما نتهم من المسافة اللي غايت عنده يعني فجاء رحب به قوي يعني حاستي ان هو بيرحب به يعني انه عارفني يعني مش مجرد تكريم راسمي ولا حاجة حاست انه عارفني فداشك داعني ان انا اقول له انا عايز اقول له حد انتك حاجة قالي الفضاني يا دكتور يا روزي الفضاني فقالت له انا استاذ العلوم السياسية لمدة خمسة وردين سنة بدارس علوم السياسية خمسة وردين سنة وكنت دايما نقول للطلاب بتوعي الحاكم الذي يملك الرحمة والعدل والحزن مش موجود دا يعني دا مش موجود على المطلق لكن حضرتك في 2014 اثبتت لي انه غلطانا انه موجود فقالي يا خبر دينه جاملة على راس اتول رايخ دينه شو جاملة احنا 2013 كنا في هو صحيقة بسبب حكم الاخوان صحيح وحضرتك جيت 2014 جيت 2014 ربنا هداك للخير وهداك لمصر عشان نبقى نتخطى الظرف العصيب اللي الدنيا كلها فيه يعني بيني وبين حضرتك انا بكلم حضرتك في التلفزيون ايه بين حضرتك يعني ايه نفرق بنا وبين نبيا والعراق والسوريا والسودان وتونس نفرق بنا دلوقت في اللحظة دي انهم استمرت البطيقة ادروا ايه الاصابع الاخوانية موجودة في هذه البلاد فقدت الى هذا القلق الشديد اللي هو التوتر الاجتماعي الشديد عندنا لأ عندنا جاء حسن وجاء حسن وجاء حسن وجاء رحمة وعدل تقسل ودعتاشر بس المهم يعني هو الحقيقي يعني تحب بي جدا وعمل يعني تصرف رائع الحقيقي ما موجود عندكم في اليوسيوب هتشوفوه طبعا يعني او في كل التسبيلات احنا بنعرضوا على الهوى دلوقت اه يعني صمم ان هو يعني انا لحنزل دكتور عظم نزلني السلاني ومسك الانذاء العلبة اللي فيها التكريم اللي فيها يعني مسك بعيد الينين ونزلني انا ساعدني بانا بعيد الشمال لغاية اخر السل وقال لي ابو تشكر او يا دكتور عظم يعني انا سعيدة جدا حقيقة سعيدة الحمد لله الحمد لله يعني او اسعادني شعنا يعني اسعادني شعنا ربنا اتفضل يا فنم لا يا فنم اتفضل يا فنم اتفضل عايز انا كنت عايز اسأل انه رأي دكتور نزلي معوض واحدة من اهم اسادة العلوم السياسية في شكل تمكين المرأة في مصر خلال السنين الاخيرة كيف تراها الدكتورة نزلي شوف حضرتك التمكين في السنوات الاخيرة تمكين عملي وتمكين حياتي وتمكين واقعي مش كلام مش انشاء وتصريح وعنطرية جوفاء وخذ بالحاملتك لا اجراءات عملية فعلا تساعد المرأة على انها تقوم بعملها الوصري تجاه بلدها مش بس تجاه أسرة فالميزة اللي في السبع سنين دول اللي هي خطوات عملية عملية وواقعية زي يقول في حدك وحياتية مش مجرد انها تكتب كتبات صحفية وتخش في اعمال وانشطة حزبية لا ده حاجات عملية حاجات انشطة انتاجية انشطة توعوية انشطة تدريسية انشطة صحية وبالتالي ده اللي يميز يعني دور الدولة او ناظرة الدولة للمرأة المصرية في المجتمع المصري السبع سنين الاخارة دول هي نظرة العملية النظرة الحياتية اللي تدي انتاجية فعالة في المجتمع هل يا دكتور نازلي من أربعين سنة أو ألف سلام على حضرتك هل يا فندم من أربعين سنة أو من ثلاثين سنة أو عشرين سنة كانت تتصور دكتور نازلي معوض انه يحصل تمكين فعلي وعملي للمرأة في مصر بهذا الشكل لا لا وتمكين يعني عندك سبع وزيرات وسهل سبع وزيرات وهي وتبتقول من أنماط مختلفة يعني من أنماط مختلفة من مش هلتقول التفكير أو يعني يعني عندك سبع وزيرات بالوقتي فإعلا يشهدوا أن المرأة المصرية في حالة ارتفاع شديد ارتفاع شديد مجتمعي ارتفاع مجتمعي شديد فاللي حصل أنا تبتليني أنا أنا عند عمري 77 سنة ما شاء الله ربك الله يخليك فأنا مريض لمراحل تتير من مركز المرأة المتميز في المجتمع المصري يعني مثلا أنا أنا مثلا خدت سنة 70 بكروس متع خدت السابعينات كلها والثمانينات كلها وتتجد المرأة المصرية ما تخليش شقف من اثنين مرأة المصرية متعلمة يعني خدت شقف من اثنين خدت خدت والعقد الاول من القرن الواحد وعشرين بدأت ايه الافكار الاسلامية بايش عايزة اقول اسلامية الافكار اللي تنادي ايه بالخلفة وزنة الحياة الدنيا افكار رجعية ومتشددة فبدأ الخلف يزيد بدأ الخلف يزيد في التسائلات والعقد الاول من هذا القرن الواحد وعشرين ايوه السكرة اختلفت يعني انا واحدة من الناس اللي يقول لك انا وكل صديقاتي عندنا عينين كل واحدة فينا عندها عندها طفلين عينفت طفلين وربطهم الجيل اللي بعد حتى المتعلمات حتى اللي على مستوى اكتماعي عالي بيخلفوا ثلاثة واربعة وخمسة يعني اصلا اقول لك ايه لكن مؤخرا بعد الوقت يعني وجبت ان الهجمة الشديدة اللي عايز اقول ايه مش عايز اقول متطرفة ولكن الارتباد ايه الهجمة اللي بتؤدي الارتباد المرأة المصرية للخلف ادها تماما وبدأت تنظر المرأة لنفسها على انها عنصر انتاجي يعني اخبار حتى انها بتنتج شيء مادي عملي منموس لصالح وطنة وصالح وصالح اولا ثم وصالح وطنة يعني هو اختلاف المراحل كلها ماذا؟ نظبوط انا بشكرك جدا يا دكتور واحنا تشرفنا بسماع صوت حضرتك النهاردة وبرؤيتك النهاردة اثناء التكريم يا دكتور نازلي الف 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 شكر حياتك دكتور نازلي معوض استاذ العلوم السياسية والوكيل الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الف شكر خلوني ارجع بحضراتكم مرة تانية للحديث حول الاحتفالية خلال الاحتفالية دي اكد فخمة الرئيس السيسي ان المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين الامح خلى مصر عندها القدرة على تخزين خمسة ونص مليون طن امح واشار الرئيس لايه بقى ان القدرة التخزينية قبل هذا المشروع كانت اقل من التلت بتاع هذا الرقم حقيقي يعني اظن كانت واحد ونص مليون طن لو انا فكر مظبوط يعني اقل من التلت فعلا انا عايز استأذنك انك بس تلاحظ ان الرئيس يتحدث فيه ما تتحدث فيه وبيتكلم في اللي انت بتتكلم فيه حتى في اطار احتفالية لتكريم المرأة المصرية والامهات المصريات الرئيس ما اعتبرش انه مجرد حفلة للتكريم وكفى لا هو بيكلمك باللي بيحصل دلوقتي اسمع ونكمل الكم يا طر اللي احنا عملنا ده كان ليه اثار ايجابية على الواقع اللي احنا فيه ولا كان ليه اثار صعبة هالواقع اللي احنا فيه انا هقولوكو على حاجة انا هتكلم على احد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين الامح في الصامع اللي تصل الى خمسة ونصف مليون اه دكتور مش كده خمسة ونصف مليون طن امح كان اللي موجود عندنا اقل من تلت الرقم ده طب ده كان بيعمل ايه عشان بس نستبقى متصورة معنا اه احنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح لكن احنا لقينا ان احنا تمن اللي بيفقد سنويا حوالي عشرين في المية من تدولنا للامح فلو شئتوا من انتوا تقولوا ان احنا بنتدول ما يقرب من اه يعني بيقرب من اتنين مليون طن امح تمانهم كام بيفقدوا ازاي نتيجة ان احنا كنا نسابينهم او بنسابهم يعني في شوان مكشوفة ومخازن مفتوحة وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارد والحشرات وحاجات اخرى وانا قلت الكلام ده قبل كده لما عملناهم عملناهم النهاردة احنا عاديين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي اربع شهور وما عندناش مشكلة في النقطة دي وانا بقولها فرصة وانتوا موجودين معانا ان انا يسمحها كل المصريين ما عندناش مشكلة بفضلك يا رب ما عندناش مشكلة طيب انا هرجعك على اول الجملة بقى اللي هي كانت ايه انا هكلمكو على مشروع بسيط حط تحت كلمة بسيط دي عشر خطوط حمرة كده مشروع بسيط من المشروعات اللي عملناه ويمكن الناس ما بتتكلمش فيه كتير فعلا نادر جدا الحديث قبل الفترة الاخيرة دي يعني قبل هذه الثلاثة اسابيع او الاربع اسابيع اللي فاتوا انه تلاقينا كلنا بالمناسبة اعلام بشكله او صحافة باشكالها وانواعها المختلفة حتى احنا الناس المواطن العادي في الحديث عندما نتحدث عن مشروعات القومية ما بناخدش بالنا ابدا في الكلام على مسألة الصوامع والتخزين وما الى ذلك فالرئيس اولا قال لك مشروع بسيط وده انعكس يعكس حجم وضخامة بقية المشروعات اذا كان مشروع تخزين الامح اللي زاد اكتر من ثلاث اضعاف القدرة التخزينية المصرية يراه الرئيس بسيطا اما اللي اتعمل في مصر ده ايه ماشي وبعد كده الرئيس قال ايه قاله الناس ما بتتكلمش عنه يعني الناس ما بتاخدش بالها من الموضوع انا اقدر اقولكو هو الناس ما بتتكلمش وما بتاخدش بالها ليه علشان اخر كلمة قالها الرئيس في هذا المقطع لانه ما فيش مشكلة الناس ما بتتكلمش لانها مش حاسة بالمشكلة ويمكن مش حاسة بالفرق كمان اللي هو ايه ما احنا طول الوقت عندنا يعني طول الوقت فيه قمحة طول الوقت فيه دقيق طول الوقت فيه عيش احنا ميت فل واربعتاشر فانت لاجل هذا الاعتياد انت ما بتتكلمش في الموضوع ولا يوسف بيتكلم ولا عمري بيتكلم ولا لميز بتتكلم ولا موسى بيتكلم ولا شردي بيتكلم ولا حد بيتكلم ليه؟ لانه لا توجد مشكلة على الاطلاق يناقشها الناس احنا شغلتنا ان احنا نتكلم مع حضراتكو في كل الامور وبالذات ان كانت هناك مشكلة او مشكلة متوقعة او مشكلة قائمة راهنة الى اخير ونشرح مع بعض ابعاد هذه المشاكل ونتناقش الحلول بتبقى عاملة ازاي مع السادة الضيوف الكرام اللي بيجوا في البرامج المختلفة في اوقاتها المختلفة في المحطات المختلفة بس اللي ما مبقاش في مشكلة هتكلم في ايه بقى قالوك على فكرة ما فيش مشكلة؟ وهو ما فيش لهذا السبب لا يتحدث الناس ولا يذكروه المشروع البسيط اللي امن لنا بالمعنى الحرفي لقمة العيش طيب خلونا ناخد معانا اول رائدة ريفية بأسوان السيدة مكة عبد الله اول الرائدات الريفيات بأسوان تفاكرين مشروع الرائدات الريفيات ده كمان زمان جدا واختفى ثم ظهر تاني الرائدات الريفيات اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا بيك ازاي الصحة ازاي كنت عاملية كل سنة وانت طيب انا الحمد لله طيب وبالسلامة طول ما انا سمع صوتك حلوة كده رمضان كريم يحب كل كريم يا رب يا رب يا رب يجعلنا من الكرماء المكرمين يا رب اعلمي يا رب العالمين اوليني بقى احكيلي ايه حكاية التكريم بتاع النهاردة ده ده الريس انا عملت فيلم اه الفيلم اسمه ابواب مكة ابواب مكة اه اسمه حلو جاء عندي تصوروني جبت الشاهد بتعرف التقدير والسيدات كان عاملين مشغل السيدات كان بفصل لهم وبشرح لهم الخياطة ازاي بعلم لهم على الغلم وهم يقصوا يعني حاجة حلوة خالص حلوة منك الله يخليك انا بسمعك انا كل يوم بسمعك في التلفزيون خطلك فترة اقلت راح فين كنت مأجز المزيع ده جاي تعبان كنت تعبان بس ايوة شوية خفيفة كده حاجة بسيطة حاجة بسيطة الحمد لله يسلمك ربنا ويخليك لنا الله وما شاء فعل الحمد لله وبعدين الريس اتكلم وكرم وخلاص جايب انا وين الفيلم بتاع فين يا سعدت الريس قلت لي انا جايبه لك ثلاث امانات من اصوان اه ايه هم الامان الاول السيدات بيحبوك الامان التاني بيدعو لك الامان التاني بس المعلكو عزيني شوفوك وقاعد يتحكمين وقلت له الفيلم بتاعي ما علكتش عليه ليه يا سعدت الريس قال لي يا سيد مكة قال لي الحاجة مكة دي قال له ايو وقلت له انا عايز اجي عندك في القصر معايا حكا وعايز احكيها ومعايا مواضيع وعايز انشرها قال لي خلاص تعالي انا جايبه لك انا جايبه لك هو بيجعل انا عشان اه في الارض يعني حلوح اطلع عنده فوق في اللباء على الماء المفرح ايوه قلت لي لا انا اللي حجيلك قال لي لا انا جاييلك انا انا ذلك جاييلك وده وروحت عاد اول ما شفت اسعد لحظات في حياتي لما سلم علي الريس ايوه اسعد يعني عمري كل ده ما كانش مهم اه انا حتى دلعامر من دلوقتي من المهاردة لاني شفت الريس طلط العمر ليكي اللي قال لي انا بحضه اصلا بدافع عليه وهو اللي عينني في المجلس الغو من المرأة ايوه طب قوليني بقى لما سلمتي على الريس كده وقفت وتتكلمه كنت تتكلمه في ايه تتكلمنا فيه ايوه لما سلمت على بعض وقف يكلمك وكان عمال بيبتسم وبيضحك وانت بقى عمالة متشاوري ومتتكلمي في الحماس كده عشان انا قلت له انا عايزة اروح عندك في الاصل ولما عاجي عندك اوه احد يتعرضني بيقول ما تدخليش ما تدخليش قلت له مش هيحصل كويس ساعت الريس لو عملوا فيي كده وقعد يضحك لا لا تيجي الشرفيني في اي وقت وبيجي يضحك يضحك وانا اضحك وصراحة صراحة كأني اول مولود جديد الله لما شفته وصام على صدر الريس ده خلي بالك يا سلام على صدرنا كلنا والله والله العظيم انا بحبه يوم الانتخابات بتاعته وقلت له يوم الانتخاب بتاعته بنت اختشافة الرؤية بقيت لي شفت يا خالة مكة انا شفت رؤية للريس الريس راكب انتان ابيض ولابس خلق ابيض والوصح ابيض ها قلت له فسريني طيب وقلت له ايضا حنجح يا ربي يعلم تأكده وان كان ما نجحتي حطلق ملا حدعل منك قلت لا والله يا خالة وقعدين عن صح طلق الكلام بتاعته صح ونجح وقلت له عدده يضحك صح يا حاجة مكة قلت له اي والله احنا شفنا لك الرؤية دي يعني محد شف لك رؤية احنا شفنا الرؤية لابس ابيض وابيض على اقتر وقعد يضحك اللي حد جعل لي بتاعتهي وحاجة وقعد يضحك يقل صراحة والله العظيم اول مرة يعني الرئيس لا يعني قبل كده فترت عنده اه يا بختك يا مختك من مدة سنتين كده ثلاث سنين وقال عايز الحاجة مكة تفطر معاي جات للدكتورة معايا رئيستنا ايه ايه حاجة مكة انت فيه من الرئيس عايزك تفطر معاي ابدا طب دلوقتي بقى انا ليا وسطة انا ليا وسطة بقى وسطتي وسطتي بقى انا اما هتيجي تروحي بقى اتقابل الرئيس بعد كده في الاتحادية هروح انا مكلمك اقول لك اخلى مكة والنبي خديني معاك حاب هتخديني معاك والله الاخبار يا ربي خليكي من غير حلفان صدقة والله هقول لك يلا تعالى معايا خلاص بس هكلمك ازاي اه لا هناخد التليفونات دلوقتي من بعضينا ايوة هناخد التليفونات من بعضينا اما ليه الله يخليك اللي يباركيك ويزيدك علم ونور يا رب وفتح قلبك بالإيمان وفتحك نظرك يديك يعني عمر على عمر يديك حوالي عافية ام عاجلي يخليك لين يا ربنا يا رب يطول في عمرك ويبارك في عمرك امين يا رب العالمين كل الشكر لخالة مكة الحجة مكة عبد الله اول رائدة ريفية بالاسوان عضو المجلس القومي للمرأة وخلاص بقى هتاخدني معاها طيب انا عايز بس قبل ما نروح الفاصل انا عايز اسلم على واحدة من امهاتي اللي انا حبها يعرف انا حبها قد ايه وستيزة فريدة الشباشي هي عارفة ان انا لما اجا كلمها اقول لها ازاك يا امي عاملة ايه فانا طبعا عايز اسلم عليها اقول لها وحشتيني كرسان طيبة وابنك يوسف مأثر وهشوفك بقى ان شاء الله يوم الثلاث فاصل ونكمل الكلام اهلا بحضراتكم مرة تانية مش عارف يا اخي ايه اللي خلاني افتكرت اتنين احمد الحداد وعمر الجزاوي مع حفظ الالقاء طبعا دول من الاسادزة بتوعه الجيل بتاع الزمان في التمثيل والكوميديا الرائعة الجميلة التحفة المحترمة التلقائية اللي ما فيه زيها عمر الجزاوي واحمد الحداد احبا احكي لكم الحكايتين بالمناسبة ونبقى ساعتها يعني في وقت ما نقدر بقى معنا شوية حاجات كده نوعد نتكلم عنهم حاب ليه حابب نتكلم عنهم هقولكو بعدين خلوني ادخل معاكو فيه صلب الموضوع بما ان احنا النهاردة بنتكلم على التكريمات اللي كانت بحضور فخامة الرئيس وقارنته للمرأة المصرية فبالتزامن مع الاحتفال بتاع النهاردة وبتاع شهر مارس بالكامل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اصدر تقرير بيتضمن ايه بيتضمن انفو جراف لطيف جدا تحت عنوان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة وده فضوء استكمال الدولة للجهود بتاعتها اللي بتقوم بها في تعزيز المساواة وحقوق المرأة قدام حضراتكم على الشاشة هتشوف الاتي عندك المرأة في عام 2017 واتعمل اعتماد للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 20-30 وليها اربع محاور طيب تعال نشوف المستهدفات اللي محطوطة في نطاق هذه الاستراتيجية على سبيل المثال زيادة نسبة الاناث من الاجمالي المشاركات في الانتخابات طيب 2014 كانت النسبة قد ايه 44% مشاركة طيب المستهدف للي 20-30 بإذن الله سبحانه وتعالى 50% مشاركة طيب تعال نشوف نسبة المرأة في البرلمان في البرلمان الحالي نسبة تمثيل المرأة 27% المستهدف في 20-30 هتيجي انت تقول لي يا عم يوسف البرلمان ستة وعشرين هقول لك ايه احنا بنتكلم هنا على انه الاستراتيجية بتتكلم على تمكين المرأة في 20-30 حاول تفهمني يعني وارد جند انتخابات 20-26 تؤدي الى النسبة اللي هقولها لك 35% نروح احنا بقى طيب زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في 20-21 مشاركة المرأة يا سادة الكرام في قوة العمل 15% المستهدف لسنة 30 35% طيب نسبة الامية ودي حاجة صعبة قوي في 20-20 نسبة الامية لدى سيدات مصر الفضليات وفتيات مصر الرائعات 22-18 نسبة امية طيب دي بقى اللي احنا عايزين نخفضها بقى مش هنعليه فهنخفضها توصل بإذن الله سبحانه وتعالى في 20-30 لـ 12% تعالي ناخد اللي بعدها الحقوق السياسية للمرأة اقدر اقولك انه الاول مرة من 76 سنة تم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة ده كان سنة 21 طيب عندنا عندنا 27% من اجمالي الدبلوماسيين او اجمالي الحركة الدبلوماسية المصرية سيدات عندنا 15 سيدة مصرية بتشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات طيب تعالي نشوف في تمثيل المرأة في مجلس النواب في 2012 وكان مجلسا قاتما الحقيقة كانوا 9 مقاعد طبعا ده ايام ما كان صورة المرأة في الانتخابات تبقى واردة 2016 بقى 89 مقعد يعني كانت نسبة التمثيل تقريبا 15% 20-22 اللي احنا فيه 165 مقعد بنسبة التمثيل زي ما كنت بقولك 27% طيب تعالي نشوف في السلك القضائي سنة 20-14 كان عندنا 2130 قاضية مصرية بشكل نعام في العمل القضائي المصري اما في 22 زاد العدد ل3,115 ماشي كده اوكي تعالي نشوف مجلس الشيوخ نخطي لك مجلس النواب هو ل27% تعالي على مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ 2012 لما كانت برضو صورة المرأة وردة كانت 12 مقعد نسبة التمثيل خمسة وسبعة من عشر 22 بقوا 41 مقعد بنسبة تمثيل 13 وسبعة من عشر حلوة تعالي نشوف قاضيات المحاكم المصريات 41 قاضية في 2014 66 قاضية في 2022 تعالي نشوف بقى في هيئة النيابة الإدارية ثلاث سيدات تم تعينهم بمنصب رئيس هيئة في هيئة النيابة الإدارية من سنة 2014 طيب تعالي نشوف مستشارات هيئة قضايا الدولة وتحديدا نائبات رئيس الهيئة نائبات رئيس الهيئة قضايا الدولة 36 مستشارة طيب في هيئة قضايا الدولة بقى العضوات قد ايه 769 عضوة تعالي ننتقل لللي بعده معدل البطالة بقى معدل البطالة في الإناث سنة 2014 كان 24% 20-21 بقينا 16% اي انخفاض ملحوظ بمعدل 8% انخفاض نسبة السيدات العاملات في القطاع الحكومي والعام النسبة كانت 38.6 سنة 2014 طيب سنة 21 عام يوسف 44.2 ماشي تعالي نشوف بقى برامج متعلقة بالتمكين الاقتصادي برامج الادخار والاقراض الرقمي الاخر 61 ألف 161 ألف مستفيدة من برنامج الادخار والاقراض الرقمي في 13 محافظة ده من ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة سنة 2021 طيب تعالي نروح بقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عندنا 698 ألف وربعمية مشروع إجمال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي وجهت للمرأة من جهاز حماية المشروعات طيب تعالي نشوف إنه في 62 ألف وسبعمية سيدة استفادوا أو استفادنا من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية من مشروع اسمه مشروعك أو مشروعك تعالي نروح نشوف 16 ألف ومئة سيدة استفادنا من مشروعات صندوق التنمية المحلية تعالي نبص على إنه نسبة زيادة أو نصيب المرأة وصلت قد إيه من إجمالي هذه المشروعات 64 وثمانية من عشرة في المية وليا سيلي 65 ده من يوليو نسبة الزيادة من يوليو من يونيو أنا آسف 2014 لحد يوليو لحد يناير 2022 64 65 في المية نسبة الزيادة طب القروض أكتر من 20 ألف قرد تم تمويله بقيمة تخطط قد إيه 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة حتى الآن 291 ألف قرد يا سادة يا كرام بقيمة 14 مليار جنيه للمرأة لتمكن اقتصاديا من بنك ناصر ده من سنة 2014 لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها طيب في مشاريع مصر عندنا 45% زيادة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات بتكلفة إجمالية وصلت 11 مليار جنيه طب وفرت كم فرصة عمل وفرت 838 ألف فرصة عمل خلال السبع سنوات أنا عايزة أتوقف عند الأرقام دي تحديدا واللي متعلقة جدا بالتمكين الاقتصادي يمكن أنا شويتين أنتصر لفكرة التمكين الاقتصادي وأعتبرها إنها حاجة أكبر وأهم من وجهة نظرة دي المتوضع من التمكين السياسي ليه السيدات أو المرأة المصرية طالما ظلمت والله بتكلم جدا طالما ظلمت وعدم تمكينها اقتصاديا هو اللي خلي عندنا حاجة اسمها الغارمات وظن البعض من أشباه الرجال إنه هم لما يتركوا زوجاتهم وفرقبة الزوجات كوم لحم يبقى كسرها وفيه ستات كتير كانوا بيتحملوا الأمرين علشان خاطر مسألة إنه هم غير ممكنات اقتصاديا وعلشان خاطر مسألة إنه هذا الرجل مهما عمل الأمر اللي من قبل ومن بعد أنا عايزة أربي العيال بدل ما يتشرده فكان التمكين الاقتصادي ده هو أهم حاجة بيني وبينك بتحصل لأجل هذه المرأة المصرية العظيمة حجم التمكين الاقتصادي اللي بيحصل وتوفير فرص العمل للسيدات وإعطاهم القدرة المالية المادية إنه هم يبقوا وقفين على رجليهم في خليهم ستات أقوى ويربوا عيال أقوى بكتير كان في جملة شديدة البواخة والسخافة تتقال على الرجال زمان لما يكون يتيم الأب أو الأم طلقت أو هجرت أو ترملت يعني فأصبح الابن يتيم فيتقال ده تربيت ست أنا كان دايما رأيي دواد بيطلع أجدع من ألف الراجل تاني لأنها كانت هذه السيدة هي الأب والأم كانت هي الحزم والحنية وشاف منها تحمل المسئولية فتعلم إزاي يبقى مسئول النهاردة محدش يقدر يقول على راجل تسخيفا ولا تسفيها أنه تربيت ست أعتقد أنه النهاردة يبقى ده شرف لهذا الرجل وشرف لهذه السيدة خليني أروح للحقوق الاجتماعية بقى للمرأة ودي كانت موضوع مهم جدا تعالوا نبص على قطاع التعليم وقطاع الصحة في قطاع التعليم يا سادة يا كيران أيوة قلت لسا أقولك أستأذن زملائي نفع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 14-15 كنا 47 47 47 7 10 20 21 بقينا 48 6 10 أنا أقول أنه أنا عايز زيادة في ده كتير قوي طيب وده من ضمن المستهدفات بالمناسبة وانخفاض معدلات الأمية وما إلا ذلك انخفاض نسبة التسرب والتعليم بقى يعني انخفاض نسبة تنتسرب من التعليم لدى سيداتنا الفضليات كان عندنا النسبة دي في 14-15 فاصل فاصل 4% دلوقتي بقت فاصل 2% يعني الفرق 50% تقريبا تعال نشوف في الصحة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية عندنا أخبار أخبار القطاع الصحي ايه؟ قل له بخير طول ما ستات مصر بخير برنامج تنظيم الأسرة واتنين كفاية خلوها واحدة جماعة ماشي بس هو البرنامج اسمه كده طيب عندنا 8 مليون زيارة طرق الأبواب القطاع الصحي هو اللي بيطرق الباب هو اللي بيروح لحد البيوت من خلال 1234 مثقفة مجتمعية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة من سنة 2014 لحد دلوقتي واحد ونص مليون ست تم تحولهم لعيادات اتنين كفاية من سنة 2014 لحد دلوقتي برنامج الألف يوم الأولى أو ما نطلق عليه أحياناً الألف يوم الذهبية في حياة الأطفال عندنا 41 ألف أسرة شهرياً تم استهدافها من قبل البرنامج وتقديم الدعم النقدي للسيدات الحوامل عشان ليجي يقولك هو انتو بتقولونا الاقتصاد بخير احنا بنقولوك الاقتصاد وحش فليجي يقولك الاقتصاد وحش قلوه أمال الدعم النقدي اللي بيصرف للسيدات المصريات من خلال 41 ألف أسرة ده يبقى اسمه ايه هو في دولة اقتصادها وحش بتعمل كده في دولة نظامها السياسي وإدارتها السياسية لو مش مهتمة بشعبها تعمل كده ده سؤال بس سؤال دولة اقتصادها وحش تقدم دعم نقدي للسيدات في إطار 41 ألف أسرة دولة قيادتها السياسية لا تهتم تعمل برنامج بهذا الحجم تهتم بالأسرة بهذا الشكل طب قول لي انت ازاي يعني يا أخي وانت بتتفرج على الفيديوهات بتاعة الإخوات اللي انت ما تعرفش ان هم إخوان وأنا مصدقك انك هتيجي تقول لي يا يوسف هو كل الناس دي إخوان هقولك يعني طب انت قول لي مين اللي ضد مصلحة البلد دي انت طبعا لا اللي ضد مصلحة البلد دي أولا لأنه فاشل وأولا لأنه خائن وأولا لأنه قليل الدين هم الإخوان بل هم عديم التدين تدين ظاهري عادة وليست عبادة آه هم ضدك وضد البلد دي ولا يتمنوا لها إلا كل سوء فبأمر ربنا سبحانه وتعالى وبحكمتنا جميعا وبحصفتنا جميعا وبإصرارنا وبإيماننا جميعا احنا معديين معديين في ثمان سنين عدينا عشرات الأزمات وهنعدي أي حاجة جاي بس وإنت بتتفرج أرجوك على يوسف أو على رعاع الأخوان حكم عقلك ليس إلا لهذا نتحدث بالحقيقة والرقم التأمين التأمين الصحي الشامل شمل مليون ومئة ألف سيدة استفادوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل يا سيدي الفاضل يا سيدتي الفاضلة منذ إطلاقها بنسبة قد إيه تسعة واربعين في المية من إجمالي المستفيدين يعني في الخمس محافظات اللي حصل فيهم التأمين الصحي الشامل خمس محافظات أيا كانت تعدادهم قد إيه خمسين في المية من تعداد الخمس محافظات استفادوا من التأمين الصحي الشامل تحديدا الستات مليون ومئة ألف المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين مليون تلتمية وستين ألف سيدة تم فحصهم منذ إطلاق المبادرة في 2020 في مارس تحديدا 2020 حتى هذه اللحظة طيب السيدات المعيلات اللي بيربوا العيال واللي ممكن تبقى بتربي عيالها واخوتها في نفس الوقت بالمناسبة ودي بتحصل كتير اتنين مليار جنيه سنوية اللي دعم المرأة السيدة الفاضلة التي تعول الأسرة قال لك بس اقتصاد مصر حش اقتصاد مصر العيف مصر مش واخدة بالها من الغلابة قم المين اللي واخد باله من الغلابة الإخوان اتنين مليار جنيه كل سنة لدعم ستات مصر اللي بيعول أسرهم وتقول لي أصل مصر مش واخدة بالها من الغلابة ماشي يا عم اتنين مليار جنيه سنويا لدعم ذوات الهمم السيدات ذوات الهمم 281 ألف سيدة من ذوات الهمم استفادوا من برنامج الدعم النقدي كرامة بتكلفة شهرية قد إيه بقى 126 ونص مليون جنيه شهريا طيب 126 ألف سيدة من ذوات الهمم استفادنا من مختلف الخدمات التعليم التدريب التأهيل من سنة 2014 لحد دلوقتي تعال أقول لك بقى حماية المرء من العنف وللأسف كان ما أكثره 31.5 مليون سيدة استفادوا من منظومة التموين تحديدة من منظومة التموين الأول هرجع لك على حماية المرء أنا آسف 31.4 مليون ألف سيدة استفادوا من منظومة التموين النسبة قد إيه 50% من إجمال المستفيدين 35.5 مليون سيدة و300 ألف استفادنا من منظومة الخبز بنسبة تقريبا برضو 50% حماية المرأة من العنف إحنا في يناير 2021 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقر عقوبة أو عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإنان في 2015 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من الوزراء 18 ألف سيدة 18 ألف سيدة من خدمات مراكز استفادنا من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية للمرأة شوف أنا هقول لك حاجة يعني أنا عندي فعلا كم ورقة بص أنا عندي عشر ورقات قلت منهم واحد اتنين تلاتة اربعة فضلي ستة أنا مش عارف لو أعدت أكمل معاكو ولا فضلي خمسة كمان وخلص الخمسة لو كملت معاكو يا ترى البرنامج هيخلص ولا لا لكن كل اللي أقدر أقوله لك أنه لم يترك أمرا إلا واشتغلت عليه الدولة من 2014 حتى هذه اللحظة لأجل سيدة مصر سواء إذا كان التمكين المهني في كل القطاعات وصولاً للقطاع القضائي المصري التمكين المادي والاقتصادي للمرأة الدعم النقدي المباشر للمرأة الدعم الاجتماعي الحماية القانونية من العنف إلى آخره بص يا مولانا أنا بكلمك بجده من قلبي عندي أنا دايماً أقول وأنا فخور بذلك أنا ابن سيدة فاضلة شلتنا على ظهرها بتصرف علي أنا واختي لوحدها بطولها بطولها لأسباب مش مهم نسكرها خالص فأنا شفت تقريباً من سنة 78 يعني إيه ستة مصرية بطولها بتربي عيال دخلتهم مدرسة محترمة جداً جداً دخلتهم نوادي رياضية محترمة جداً سكنتهم في أحلى أحياء لبستهم أحلى لبس وشفت يعني إيه دولة ما كنتش ملتفتة للنوع ده من الأمهات والسيدات ومش واخدة بالها أو عملة نفسها مش واخدة بالها مش السيدات دي الدولة زمان أو الله أنا أمي كانت بتاخد 30 جنيه في الشهر مرتب وكانت ما تصدق يجي لها سفر برا جمهورية مصر العربية علشان خاطر ما تتفسحش عشان خاطر بدلات السفر بتاعتها تجيب لنا بيها لبس وكانت مش تدبق مسألة كانت أبعد بكتير جداً من التدبيق كانت تحرم نفسها عشان خاطر تعرف تصرف علينا في المدارس بتاعت اللغات واتدخلنا النوادي الحلوة وتسكننا في البيت الحلو أو الله وتكبرنا يعني فأنا شفت ده وحسيته ولمسته من سنة 78 كان عندي 3 سنين فأنا مريت في المرحلة دي باتنين حاكموا مصر الله يرحم الجميع بس محدش كان حاسس لب أمي ولا بالأمهات اللي زيها دولة كانت دايماً طول الوقت وابن منطين وابن منعجين النهاردة حقيقي أقدر أقولك لأنه بقى دي التجربة إحنا في مجتمع أصبح محظوظ أو خليني أقولها لك ما بين قصين بعبارة أخرى أصبحت السيدات في مصر بياخدوا حقوقهم وبعبارة أكتر دقة بدأوا ياخدوا أجزاء من حقوقهم فما هو قادم أفضل كتير في خبرين مهمين جداً عايزة أو خبر مهم جداً عايزة قلوه لكم مش عارف هو أقوله دلوقتي ولا أستنى فصل أنا مستني زميل يقولولي دلوقتي النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية لاثنين من أبرز قادة حرب أكتوبر العظيمة سيادة الفريق عبدالرب النبي حافظ رئيس أركان الجيش المصري الأسبق وسيادة الفريق فخري عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق يتغمدهم الله برحمته نفتكرهم جميعاً بكل الخير نفتكرهم جميعاً بكل التضحية أبرز اتنين من أبرز قادة الجيش المصري واللي شاركوا في حرب أكتوبر اللي رفعت راسنا قدام الدنيا فرق الحياة النهاردة تبقى هذه الأسماء خالدة في الأذهان العقول القلوب الوجدان وتخلد دائماً إلى أبد الدهر قولوا إن شاء الله الله يرحم الجميع يا رب الله يرحم الجميع يا رب يمكن على سياق منفصل يمكن أفتكر بالرحمة خالي محمد نجيب رحمة الله عليه من ضباط القوات المسلحة المصرية بحرية تحديداً لأنه كان أحد المشاركين في هذه الحرب الله يرحمه بس ما يعني خلي راح في الكورونا بقى قبل سنة 1966 في حرب اليمن ضبط سعقة أحمد كمال الله يرحمه ألف رحمة ونور طيب خلوني أروح لكم بقى على حاجة تاني وإحنا بنتكلم على القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة المصرية اللي طول الوقت زي ما بقولك هي طول الوقت بتحمي هذا الوطن طول الوقت بتحمي الحدود بتحميه وتقف كحاقة صد رادع حقيقي مخيف مخيف لكل من تسول ليه نفسه أنه يفكر مجرد تفكير يقرب من مصر أو يقرب من أمنها القومي أمن مصر القومي يمتد حتى الخليج العربي أمن مصر القومي يمتد حتى ليبيا أمن مصر القومي هو العروبة بالمناسبة يعني قوات المسلحة المصرية لا تكتفي فقط بذلك قوات المسلحة المصرية بس اللي عايز أقوله لك لمن لا يعلم أو من يحاول الإنكار أو من يحاول التعتيم أو لا يريد الحديث القوات المسلحة المصرية كانت عاملاً أساسياً رئيسياً إن لم يكن تكن هي العامل الأول في توفير السلعة الغذائية من سنة 2011 من أيام 25 يناير كان الجيش المصري بالمناسبة من الآخر كده يعني هو اللي بوفر لنا الأكل والشرب ده على بلاطة عايز بقى أنت تقول ده مش عايز تقول ده عايز دايماً تحطه بعيد ومش عاوز تذكره أنا آسف ما قدرش أخالف ضميري والنهاردة قوات المسلحة المصرية بتقوم بدور عظيم أيضاً في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة المخفضة علشان أرب حلول شهر رمضان المبارك كل سنة وانتوا طيبين خلونا نشوف هذا التقرير حول دور قوات المسلحة المصرية في توفير سلعنا الأساسية بأقل سعر ممكن ممكن مش أقولك أقل سعر في الدنيا أقل سعر ممكن في وصف جيشنا قالوا أسعار مناسبة بس فعلاً هي أسعار مخفضة جداً قدر الاستطاعة خلونا نشوف هذا التقرير ثم فاصل ونرجع نكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر بناء على توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إداراتها التخصصية بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف المليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60% ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ترجمة نانسي قنقر وفي سياق متصل قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع إلى السوق المحلي عبر 1200 منفذ متحرك و212 منفذا ثابتاً في كافة المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة موسيقى كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعاً وفرعاً في كافة أنحاء الجمهورية وشهدت المنافذ إقبالاً لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية والذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة كل الخدمات وكل حاجة على أكمل وجه ما فيش أحسن من كده وأسعار في المعقول جداً في متناول الجميع المبلغ النهاردة دفعته أنا ممكن أدفعه بره ثلاث أضعاف منافس قوات المسلحة ربنا خلي الرئيس بنزل أسعار أرخص من بره بكتير طبعاً هنأكل وندعي لهم والله والبركة بقى فرياسنا والأسعار بالنسبة لنا هنا لوحد الفئير حلوة بالنسبة لأنا كصنايا فئير أجيب لنا عايزه منه أنا دلوقتي بتعامل معهم على طول لحمتي وخضاري وكل حاجة من هنا بصراحة يعني الأسعار ما شاء الله أحسن من السوق يعني بتقل عن السوق 25% وده حاجة عظيمة يعني وعدين بتوفر علينا حاجتهم جميلة واللي بيعملوا معينا الله يبرك لهم فيهم اللي هم بيعملوا معينا يعني بصوا الناس الغلابة شايف الأسعار دلوقتي حالياً أسعار في مترونة يد الحمد لله يعني نتبه للسوق حالياً يعني والحاجة عرخص منها بتاع بحرق كتير أوي من سعر لبرة وصعر هنا بحرق جميلة أوي يعني نزلوا حتلاقي كل السلع متوفرة في الأسواق وفي المولاد اللي تابع القوات المسلحة كل المنتجات اللي بتحتاجها بلقيها هنا وبأسعار أقل من برة لا مفيش حاجة مش موجودة هنا وموجودة برة كل حاجة أنا محتاجها في بيتي موجودة هنا أنا كمواطن نصري بدار على أقل سعر أسعار أحسن من برة بكتير بالنسبة للأسعار اللي أنا شايف في النهاردة أسعار بتاعة قوات المسلحة والتي تدخلت فيها الدولة ممتازة أحسن من التجار برة وأحسن من المنافذ الخاصة بمراحل كثيرة جدا أنا بقول كلمة الواجهة لها وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر فضلا عن توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تم توزيعها على ثلاثين ألف أسرى بكافة أنحاء الجمهورية يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم استكمالا لمسير الدعم وتمكين المرأة المصرية وجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآدي تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال اتنين دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهميته مزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة ثلاثة مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل أربعة الحماية من الإزاء البدني في نطاق الأسرة سونا لكرامة المرأة ومكانتها طيب يعني اليوم دا يوم بصراحة حفل وبعدين سيداتنا الفضليات تم تكريمهم النهاردة فاحنا نقول بقى نحاول احنا اللي ناخد من الحب جانب ونصطدفهم ويقولهم نورتونا اتنين من الرموز للأمهات المثاليات الأمهات المثاليات اللي موجودين معانا النهاردة الحجة صفاء من ورانا إزاي الصح الحمد لله والحجة سميرة من ورانا إزاي الصح كله حلو يا رب الحمد لله الحمد لله يا حكاية التكريم بتاع النهاردة دا عرفتي إمتى حجة صفاء بالنسبة لمنهاردة والمبدأت ما بلغوني من ساعة ما بلغوك من يوم الأربع اللي فات يوم الأربع كلموك يقولك إيه اتصلت بي على الأستاذ هدع فبلغتني إن أنا نفست على مستوى محافظة لوصر وبعدين بقى بصد جاني زهول ها مكانش فيتنغرك القصة أصلا لا بصراحة ولا متوقعة لا ماشي وقالولك إنه هتبقى موجودة في حفلة وبحضور الرئيس وكذا اه اه وجهز نفسك للصفاء وكذا حلو جهزنا روحنا بقى الحفلة النهاردة فوجئتي لقيت إنه فعلا الرئيس موجود ومتقفل الرئيس كان أحساسك عامل إزاي إحساس موجودة بصر ماشي يتوصل إحساس جميل أنا أرجع لك تاني عشان عايزك تحكي لي حدوتها أنا أحب الحوادية تاصلي قد عني أرجع بقى لحاجة سميرة والنهاردة تكريم والرئيس بس إيدك يا حاجة سميرة دي شرف كبير جدا يعني شرف أنا ما معرفش أوصفه بوصف يعني ولا أجدره بحاجة يعني الرئيس فخامته يعني إزاي أنا أوصل للده فأنا فخورة بي جدا فخورة بي جدا وفرحانة اللي أنا وصلت لسيادة الرئيس وكمان حتت بس إيدي دي يا سلام دي شرف كبير عظيم جدا يعني حاجة حلوة خالص بهرتني كده يعني بسطي بقى بسطه بس للرئيس طب قلولي جايين معاكو بقى والولادكو والنهاردة معانا احنا هنا في البرنامج ولا جيتوا لوحدكو لا نفسهم يطلعوا وبنتك بنتي وحفيتي صغيرة موجودين؟ اه اه موجودين جاهزوا لي الأولاد لو كمان جز أنا عايز الأولاد يخطو كمان جز بنتي يا ريت موجود؟ اه جز بنتك؟ اه تحبيه؟ حبه جو بقى جز بنتي الكبيرة مش جز بنتي دي اه موجود؟ موجود ايه ومن دم جيبنا وتعبنا ومسافر معانا وجعد عندي ناس يعني استنى أنا من الفندج وكده هوت اللي عارفها سجع ولا عمل ولا ايه فانكرموا وبطلوعهم أنا عايز الأسر يخشوا معايا على الهوى بعد إذنكم لو سمحتوا زملائي في الاعداد والاخراج بلغوهم ان هم يخشوا كده ولا احم ولا دستور البيت بيتهم بارك الله على ما اندخل بقى دي عجام لكنا لهم في الحالة دي اخواتي أنا يعني على ما يخشوا بقى اخواتي دول عايز بقى كده اددش حبة مع الحجة صفاء والحجة سميرة على ما نجهز اخواتنا الأفاضل احكيلي على تربيت العيل المشوار صعب طبعا لا صعب قوي مشوار طويل شلتي حملة جامد الحمد لله العيل مفرحينك جدا بجد بجد حد مزعالك لا مش بيزعلوني لا مش بيزعلوني على فكرة ما عادش يزعلوني أبدا لا لا بيزعلوني خالص وانت في أول المشوار الحجة صفاء كنت متصورة أنك هتعرف تخلصي على خير بإذن الله وتوصليهم لبر الأمان وميد فل كان عندي إسرار أننا لازم وصلهم وجهوا حاجة وكانت وسيط المرحمة بهم أهم حاجة يتعلموه آه آه لازم وقصريتي على كده آه بنتي بعد ما أخدت الليسانس جاتلي عزعة ماجستير يا مام اللي حاضر يا مام الله أكبر آه آه بس وغفنا عندي الدكتوراه وماله احنا هنكمل الدكتوراه هنكمل هنكمل إن شاء الله بإذن الله نحضر بعد المشوردة كله وما نكمل آه كامل آه وفاطمة بعد ما أخدت بكلوريس العنون آه كانت متياز مع مرتبة الشرف 4 سنين الحمد لله الله أكبر والتانية على دفعتها آه أخدت دبلومة أربوية حلو 13 لوم ما كانشي أشتغل مدرسة بالتدريس وفعلت اشتغلت مدرسة بالتدريس فعلا آه تكمل بوده وتعمل مجلس تريد ودكتوراه إن شاء الله آه وسعيتها ممكن ترجع الجامعة تاني بإذن الله آه إن شاء الله ربنا يوفر بإذن الله أحكي لي يا حجة سمية مشوارك كان عامل إزاي الحمد لله يعني أنا طلعت على أتعلم أنا الأول فأنا قبل ما أتجول أيو فكنت بسنة وعام طبعا أنا القسم العلمي حلو وكانت الأساس دات عدني يعني وفعلا آآ دفعت أنا آآ أطباء مهندسين أقل حاجة كانت المدرس آآ فآآ كان الظروف كده صعبة قاسية عين أخويا فقدها فآآ طبعا خيم الزعل في الحزن في البيت فآآ قعدت التسع سنوات ما فيش مذاكر ولا فيش ولا أي حاجة فآآ ما تحت الفرصة اشتغلت مشرفة حضانة آآ بخمستاشر جيجين بس كان أيام يعني صرفت على نفسي ودخلت الجسم الأدبي غيرت جسم الأدبي آآ علشان مصرفات آآ أثناء كله دي اتجوزت فطبعا جوزي كان برض مريض نفساني لكن ما حرمناش من حاجة أبدا آآ وكان يقول يعني العيال أنا ما أنجبتش على طول يعني بس بعد ما جبتهم لو ما فيشي وأنا أحبهم خالص هو أحبهم خالص كنا عايشين في الحتة دي ما نقصناش غير مرضه دي يزعله من وقت الآخر فبت الأولينية ما كنت شدي دروس خالص كنت شدي دروس خالص أنا باستغرب على اللي بيدوا دروس اللي يمدي كنت وصلتهم للسنوي من غير ما ياخدوا دروس بس خدوا في العد المواد العلمية لأنني بعض حاجات نسيتها يعني آآ الريط اللي بيجيني ده آآ لازم أكله وشربه لازم يعني الراحة التامة لي أيو لدرجة يعني آآ أولاد سلايفي كانوا يجوني فوق ويقولولي يا مرت اللي يمدي أنا نسيت اللي كنت أعمله اللي يمدي يجوني يقولوا لأنتي كنت تخلينا طرف رجلين نمشي على طرف رجلين عمي يكون نايم قلتوله طبما من حقه ما حرمناش بحاجة من خادص يعني والحمد لله وحب بناته وحب عيال ولا عمره زي ما باقي الأهل اللي كان يقولولي بنات بنات مش عارف إيه ولا حسسنيش بقولت بيه بين البنتين جاني ولد اتوفى بين البنت الأولانية بعدها بست سنوات جاني الولد رح مات بعد ست أيام مات بعد ست أيام في مستشفى الجامعي وصوهاق فأدي حاجة تاني للدراسة ودي يعني الصدمات فالحمد لله يعني الواحد قدر يتغلب عن الحاجات دي وما سبش نفسه للزعل ولا وكملت تعليمي واشتغلت في الحضانة جاني التربية والتعليم ايوه اشتغلت في التربية والتعليم اذاكرت دروس للأولاد بيتها قيلة لازم ما فيش قلت واحدة موظفة تشتغلش ولا خليها تعول الأولادها ولا حاجة لازم نشتغل في البيت الكبير وبيتي أنا بعد ما تنام الأولاد اشتغل أطبخ وعمل وحط في التلاجة عشان دلوقت هيجي هم كنت أذكر لهم يعني الوقت الفاضى ذكر له البيت الأولانية أخدت بكولوريوس علومه تربية جنوب الوادي والتانية أخدت بكولوريوس تربية رياضية مع معلتابة الشرب فأسيوت ومقدمة إن شاء الله تاخد ماجستير طبعون الله طبعا أنا عايزة رجع بسرعة برضو الحاجة صفاق ده أبلي مختبعين ولي الفقرة خلصت الفقرة خلصت فقرة اللي خلصت عايزين نعد مأمت 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 مستتقلتيش الحميل لا أبدا بل لو قلتلك إن كنت مستمتعبي آه والله بجد أنا كنت شايلة مسئولية أخواتي كمان بالإضافة كان مرحوم أبي آه يعني كانت مسئولة عنه برضو إن أنا كنت جنبيهم مم وكان هو يعني يعتبر يميز بنته صديقته مم كنت شايلة مسئوليته برضو بجانب عيالي والدك رحمة الله علي وإخواتك والعيال كل آه إخواتي يعني حتى لو تسأل أي حد يقول لك هي كانت مسئولة عننا أي وحدة تتعب تيجي عندي في البيت لن يش تقول الحملة تقل علي مش لا صديق مش عارفة ليه يعني أنا بستغرب يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقدر سبحانه والله صحيح الوقت جريه مش عارفين ندخل الولاد لستوديو علشان الوقت عمل جريه للأسف الشديد لكن دايما نقول كده إيه هجايات كتير تبقوا موجودين معانا إن شاء الله نعود قعدة كوية يمكن في رمضان مرة نعود كده إيه ناكل لقمة صحور سوا على الهوا إن شاء الله يرأيه في الفكرة دي نصحروا معانا ولا تستدقلوا المشوار نا نا ده نأكلين حلو قوي زي ما يصادف والله ممكن ويا رب يا رب يا رب يكرمنا كده بالصحور اللطيف نعود كلنا كده نتصحر في سوا نورتونا وشرفتونا حجة صفاء حجة سميرة أنتو على رأسنا ونورتونا وشرفتونا وربنا يخيريكم أولادكم ويبقوا دايماً صمرة طيبة هم وعينهم أحفدهم كمان مش بس أحفدكم يا رب يخليكم يا رب ويخليهم لكم أنا هستأذنكم نقول لكم شكراً وهقول زملائي الأعزاء إحنا جاهزين بالفقرة التانية وهنروح لفاصل مفيش أحسن من كده أنت متخيل تعد تسمع كل الحاجات دي وأنت كنت متصور أنك بتعمل حاجة كبيرة لوحد فينا ولا بيعمل أي حاجة وما الحج الصفاء والحجة سميرة يعملوا إيه يا نهار ربي يا رب فاصل ونكمل الكلام أتخيل لما المخرج يقول لك كفاية كلام إحنا على الهوى أقول له إيه أقول له إيه ده عمر زكريه معتبره ابني البكري حسبنا بعدين يا عمر خلاص الرؤوس مش هتتساوا يا عمر إيه وعتفتكر كده سبنا من هذا الموضوع خلونا نتكلم في حاجة مهمة جداً هايزين نتكلم حبتين على بشكل أو بآخر السينما بس إزاي بقى إحنا هنرحب أولاً بضفطنا الرائعة الكبير الدكتورة ميت الميثاني الروائية والأكاديمية المصرية اللي حصلت مؤخراً على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة منورانا يا دكتور مرسي إزاي الصح؟ تمام كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله أنا من الناس اللي تحب السينما جداً وتحب كل ما هو متعلق بالسينما باعتباري مشاهد ليس إلا طبعاً ما فهمش أي حاجة تانية غير أن أنا أعود أتفرج على أفلام أو مشروع ممثل لا لأ لأن أنا كان عندي ما عشان هقول أنا كان عندي تجربة مع ربنا يا رب تديله الصحة أو ستسر التلمساني تجربة غير مكتملة الحقيقة عملت اوديشن وكان رأيه في أن أنا هبقى ممثل رائع بس أنا أعتذرات عشان امتحانات السنوية العام أعتذرات بقى قلت له إيه قلت له هو ينفع أن أجل تصوير كان ضحك ولعب وجد وحب ينفع أن أجل تصوير الفيلم الحد بعد امتحانات الثالثة سنوية وكمام ومثل شهير جداً دايماً يقعد يقول لي ما تجيبش سيرتي في الحدوتة يوسف مش هقول اسمه بقى كان وقتها هو طالب في الجامعة فقال له يا ريت وأنا كمان علشان أنا دي تاني سنة أسأ فأنا هترفض من الكلية فرح بصص لنا كده عندكو حق صح احنا لازم نأجر نأخر تصوير الفيلم عشان أحمد رمزي وعمر الشريف عندهم ارتباطات وده كان أول وآخر بالنسبة لي صديقي التاني أصبح نجم ملء السماء والبصر فيما بعد بالرغم من أنطلق تنين تردنا يومها يومش تطلع برايا يا ابن انت هو هو وروحنا خارجه وتروبز علينا ليه عايزة أرجع الأول للحصول على وسامة هو ليه الناس بتحصل على وسامة يعني إزاي إيه اللي بيحصل هو يعني واضح أني عملت إنجاز ما يعني وكان هذا الإنجاز إيه وكان الإنجاز ده يمكن أربع روايات أربع مجموعات قصصية يمكن أربعين دراسة أكاديمية بالعربي والإنجليزي والفرنساوي يمكن لإني بشتغل في جامعة قطة وفي كندا وعندي خمسة وعشرين سنة خبرة في التدريس الأكاديمي يمكن لإني عملت بيت التلمساني وده بيت كده صغير محندق يعني وعملا للكتاب والكاتبات من مصر ومن العالم يجوا استضافة للتفرغ للكتابة فيعني أنا بقول يمكن فيه بعض الإنجازات كده كم كتاب ترجمة يمكن عشر كتب مترجمة من أنا ترجمتهم يعني إلى اللغة العربية يعني هي ما يمكنش هو ده مؤكد بس أنت تظن أنه وده بجد بقى الإنجاز الأهم هل هو بيت التلمساني ولا هل هو المؤلفات والترجمات ولا التدريس الأكاديمي أنا بالنسبالي أهم إنجاز إني كاتبه يعني أنا حتى ما بقدمش نفسي على إني الدكتورة ميل تلمساني أنا أقول ميل تلمساني فقط وبكره الدال دي إلا إذا كنت في سياق أكاديمي يعني إنما أنا بعتبر أنه إنجازي الحقيقي هو إنجازي كروائية أربع روايات وأربع مجموعات قصصية وحاسة أنه هو ده اللي ممكن يكمل معايا يعني يخلي الإسم حاضر عارف زي لو دلوقتي بنقول عبدالقادر التلمساني والدي يعني رائد من رواد السينما التسجيلية فقط حقيقي كامل التلمساني عمي الكبير رائد من رواد الواقعية في السينما وفيلم السودة وكده حسن التلمساني والد طارق والد طارق ومصور كبير طارق نفسه مصور كبير جدا ومصور رائع فأنا ميل تلمساني آخر العنقود في العيلة دي أبتهاي لي إنجازي الكبير حيكون أني كتبت رواية روايات يعني أو رواية أي حد في الدنيا مش بس المزيع هيلحظ أنه دي عيلة السينما بس أنت ما بتحبيش الدال فمي التلمساني خدت خط هو ما هواش بعيد كل البعد عن السينما لأن الرواية دائما قابلة أنها تتحول إلى عمل سينمائي مسرحي درامي إلخ 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 بس سليم ما بقتيش جزء من لو صح تعبير إرث العيلة السينماية والله كان نفسي بس عارف هو في لحظة كده أنا كنت واخدة فيها قرار أني حدخل أداب فرنسي وحعمل يعني مصار في الأدب الفرنسي وبعدين قلت الوالدي بعد زمزقة شوية كده أنا عاوز أعمل سيناريو كمان عاوز أدخل قسم معهد السينما فدخلت ونجحت في الامتحانات بتاعة القبول وكذا وبعدين ترددت أنا مصر الجديدة والمعهد في الهرم فجات لحظة كده تردد اللي هو المشوار وبعدين والدي قال أنت ليه عايزة تدخلي قسم السيناريو قلت له لأني حب أكتب سيناريوهات فالحقيقة هو راح موجهني على طول في سكة طب ما أنت اكتبي في البيت مش مضطرة تاخدي معهد سينما علشان تكتبي وده اللي حصل لا عبدالقادر يقول لي مش مضطرة بالضبط كان خايف علي من حكاية المشوار وأنه هو فهم كويس قوي أنا إيه هو فهم أن أنا أحب أقعد في قوضة الوحدي أشتغل أكتب أرسم كنت برسم ساعات فهو فهم أنه العملية السينماية دي عايزة كرو وعاوزة فريق كبير وعاوزة ناس وأكون أنا لو حدخل في منطقة السيناريو أو بعد كده في الإخراج كان حيبقى يمكن تحدي بالنسبة لي لكن أنا بقى لفيت من الباب الخلفي ولقيتني في الدكتوراه بعمل دكتوراه عن السينما يعني كان الهدف هو أنه في النهاية ده عشق كبير وهوس كبير فبالإضافة للكتابة عملت الدكتوراه عن الحارة في السينما المصرية وكان جزء من الهدف برضو هو فكرة أن أنا بنت مصر الجديدة وحاول أفهم يعني إيه الحارة بقى وليه أنا مش بأعتبر بنت البلد؟ ليه ما بيتقلش علي لما تشوفني كده ما هي دي بنت بلد؟ وكانت مدايقاني جداً الحكاية دي فقررت أدرس يعني إيه ابن بلد؟ ويعني إيه بنت بلد؟ وإزاي السينما قدمت المنظومة دي؟ وليه أنا براها؟ يعني إيه اللي بيحصل لما حنقول إن أنا مصرية صاميمة وأنا مصممة على مصريتي الأصيلة دي إيه إيه يعني إيه ملامح المصرية دي؟ هل أنا لازم أكون بتكلم بطريقة معينة عشان أكون مصرية؟ لأ إحنا عندنا تنوع كبير قوي أنت كنت لسه مستضيف أمهات مثاليات من سهاج ومن اللقصر مصريات وأنا مصرية زي زيهم بنت البلد وابن البلد نفس الحكاية فتلاقي السينما المصرية قدمت شوية نمط ابن البلد لازم يكون شكله كذا بنت البلد حصل طنمية وتقطير لشكل أو لمصطلح ابن بنت البلد بالضبط فأنا قررت إن أنا حعمل دكتوراه على ده وبشكل علمي أثبت إنه ده نمط إنه مش بالضرورة يمثل كل أبناء البلد وبعدين بالذات في أفلام الأربعينات والخمسينيات كان فيه السنائية بتاعة الباشا باشا الشرير دايما ده أو الفتوة والبلطاجي فالفتوة طيب بس البلطاجي وحش بس أنا كنت عايز أقول كل دول مصريين طيب أنا هستأذنك هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل نتكلم حبة على المسألة بتاعة رسالة الدكتوراه دي مسألة التنميط وهل في عندنا في السينما خروج عن النمط يعني دايما بيجي في بالي مسألة الخروج عن النمط كان من أبرزها اتنين في الممثلات المصريات دا وجت نظري الغالبان جدا شديا بنت الأريستقراط اللي قدمت دور بنت حارة مصرية عظيمة طبعا طبعا ناديا لطفي اللي نصها أوروبي وأيضا هي قريبة جدا من الطبقة الأريستقراطية المصرية بتاعة العصر ما قبل اتنين وخمسين فبردو تقدم شخصيات في السلاثات محفوظة وعندلك دا مش بس دا قدمت شخصية تريري من اسكندرية يعني كحاجة في منتهى الصعوبة بصراحة يعني أنا بقعد أتفرج على الفيلم دا تحديدا اللي هو السمان والخريف لا يا عمر مش هدي لك البريك طالما أنت مش معي على نفس الخط في السمان والخريف بس هنروح فاصل عشان إحنا عايزين فاصل مش عشان عمر زكريا عايز فاصل نروح الفاصل ونكمل الكلام دكتور ميت الميثاني الاسم المصري الذي حصل مؤخرا على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة على رأي كلامها يمكن علشان كذا ويمكن علشان كذا فأنا مستر أنه طبيعي أنه يبقى علشان كل الحاجات طيب فهرجع على مسألة بقى التنميط والتقطير في السينما المصري هل في الأول هل المزيع محق في رأيه في مسألة شاديا وناديا نطفي أنا متفقة معك تماما لأنه دي عبقريات ما بتوردش كتير على السينما المصرية فأنا من عشاء طبعا شاديا وناديا الوطفي وكثيرات يعني وفاتن حمامة وسعاد حثني وكلهم قدموا عايز أقول لو كان فيه نمط ما لشخصيات ما هم قدروا يكسروا النمط ده طول الوقت لأنهم عندهم موهبة كبيرة وعندهم إدارة ممثل يعني اللي يشتغل مع بركات طبعا إدارة بركات اللي بيشتغل مع يوسف شهين إدارة يوسف شهين اللي بيشتغل مع حسن الإمام إدارة حسن الإمام فإدارة الممثل دي عنصر مهم جدا يخلي من ناحية الممثل نفسه قادر يدي كل طاقته وبالتالي يخرج برا النمط ومن ناحية تانية يخلي النمط علامة في ذهننا يعني لما بتذكر الأسماء دي في أدوار معينة هي علامة في أذهن كل المصريين النهاردة لا يمكن إنت السينما المصرية ولو حتى من باب الاستثناء عرفت في بعض الأفلام تفلت من التقطير أو التنميط في شكل ابن سلاش بنت البلد أنا بشوف مثلا في أفلام ما بيتمش ذكرها خالص إحنا متعودين قوي نتكلم على كل مجموعة أفلام صلاح أبو صيف برضو كامل التلميثاني يعني أحب أذكر هنا أنه فيلمه السوق السودة طلعنا برضو برا النمط لكن بعد كده أنا بشوف حد زي يوسف شهين مثلا لما أقدم لنا وممكن ده نختلف عليه لما أقدم لنا دليدة في اليوم السادس ده اختلف جدا 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 ده بالتأكيد مش نمط لأنه دليدة بشعرها الأصفر بتاريخها بلكنتها دي تارة كان عايز يعمل إيه أنا بحاول أمشي وراء المخرج عشان أفهم عشان أفهم أنا مقدرتش أفهم أنا من الأفلام اللي بحبها يعني الفيلم على بعضه حالة ما تركيبة ما وفي الآخر زي ما دايما الناس اللي لغوية السينما فتقول في النهاية ده جو يوسف شهين عايز كده يعمل له عايزه يقوله كده أنا ضد كلمة يعمل اللي هو عايزه دي خالص تماما أنا أحب دليدة بس أنا مقدرتش أتزوق دليدة بنت البلد في هذا الفيلم آه ما هي عشان مش بنت البلد يعني هو قاصد إنه ما يخليهاش بنت البلد يقدم لي حاجة برا المتوقع أنا بحب في بعض الأفلام إنه أنا ببقى متوقع حاجة معينة ودخل علشانها باعتباري يعني باعتبار إنه ناقدة أكاديمية كل اللي أنت عايزه بتبقى عندك عدد معين من التوقعات لو مخرج قدر يكسر بعض هذه التوقعات أنا ببقى سعيدة بيه جدا دي من ناحية ومن ناحية تانية لأنه هو رجع عشان أنا برضو عايش برا مصر وعايش في كندا بقى لي 25 سنة تقريبا بقى وعاني من نفس الحاجة دي اللي هي فكرة إنه يتبصلك بشك على إنك مصري أو مش مصري أو فهو حاب يقول لنا يمكن يعني أنا مش متأكدة طبعا ده كانت الانتنشن أو القصد بتاعوه لا لا بس هو حاب يقول لنا إنه مصر فيها أنماط مختلفة جدا وأنا ممكن أقنعكو بنمط يمكن يكون خواجاتي شوية بس هو عايش معانا يعني يعني اليوناني المصري الأرماني المصري يعني دليدة عايزين نقول من أصول مصرية برضو دليدة دليدة الممثلة الفنان النجمة العظيم اللي أنا بشوفها حالة أسطورية جدا في المزيكة وفي الغرب لكن الشخصية بتاع الدليدة صديقة صديقة في الفيلم أه أه تكلم حالي بي مكسر أه بنت بلد إيه بقى لو شعرها أصفره كده أه طب شعرها دهب ماشي أنا موافق أه ويصدمنا بقى يصدمنا أه اللهجة لأنه عينه إذن مش على الواقعية الهندرد برسنت دي يعني هو مش عينه بالضرورة على أنه يقول لي مية في المية الشخصية دي مصرية هو عينه مثلا أنه يعمل مسرح يعمل حاجة شو أنه يطلع محسن محي الدين يغني وأنه يقدم لي قصة الحب دي وأنه يطلعني برة التوقعات السابقة حلو ده نموذج يعني أنا مش عاوز أرف عنده كتير الحتة بتاع المحسن محي الدين دي كانت حتة موفقة جدا أنا من الناس اللي بتشوف أنه محسن محي الدين الأغنية دي عظيمة محسن محي الدين ما حفظ الألقاب ده واحد من أهم المواهب اللي ظهرت في مصر وفترة ابتعاده عن العمل السينمائي خسارة كبيرة ليه وخسارة كبيرة للعمل السينمائي المصري أيوه وفي الاستعراض كمان يعني أفتكر أنه كان ده شخص كان متكامل موهوب في تمثيله موهوب في استعراضه موهوب في قدرته الحركية موهوب بالزبط لو جينا مثلا نموذج تاني طيب حنقول فاتن حمامة في يوم مر يوم حلو بتاع خاري بشارة دي حارة برضو بس حارة شبرة مش حارة مصر القديمة لو جبنا محمود عبد العزيز في الكتكات دي حارة مبابة فدي نمازج عظيمة جدا طلعتنا شوية برا النمط اللي أنا بتتكلم عنه اللي هي فاتن حمامة مش بنت بلد بالمعنى بتاع اللي هي لابسة جلبية أو بتتكلم بشكل معين أو ملاي لف زي ما قدمت الفلاحة المصري في أفواه وقرانب بالزبط كده ومكناش نصدق اللي فاتن حمامة تعمل كده رسمت شخصيتها في أفواه وقرانب مقنعة جدا يعني أنا بالنسبة لي مقنعة بس هي برا النمط فمهم إن احنا كنا نخرج برا النمط عشان من ناحية نفهم إنه فيه النمط ومن ناحية تانية نفهم طب برا النمط فيه إيه اللي ممكن نشوفه كنمازج على مصريين ومصريات ممكن نسميه ابن بلد وبنت بلد ومن حقه يبقى ابن بلد وبنت بلد كلنا ولاد البلد بس في نفس الوقت هو برا المنظومة المتعودين قوي عليها بتكلم بالطريقة الفلانية دلوقتي السينما المصرية بترجع تاني للتنميد ده يعني ننزل مثلاً في حارة حينما يصارها فنلاقي نمط ليه يا جماعة المفروض نخرج برا ده اللي لازم يكون بلطجي إنه لازم يكون معرفش شكله إيه إنه بيتكلم بشكل إيه أنا كنت حسة إنه دي إشكالية في السينما المصرية وإحنا محتاجين نطلع براها شوية فده الدكتوراه عن موضوع ده يعني عن القضية ده بما إن الواحد مش كل يوم هيشوف الحاصلة على وسام فارس ومش كل يوم هنشوف الدكتوراه مية الميثاني أنا دايماً بسأل سؤال هل علي الشريف برا النمط؟ علي الشريف اختياره عايز أقول في فيلم زي عودة الإبن الضال يعني ده يعتبر شابو ليوسف شهين أتفل لأنه جاب حد لا يمكن كنا نقبل إنه موجود على الشاشة المصرية في فيلم زي عودة الإبن الضال لا يا ربي أنا بغل أخبط العصفور 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 ده فيلم عظيم بكل المقييس وأنا بشوفه لحد النهاردة وبدرسه وكده ده فيلم بيخرجن حتى في الحكاية نفسها إزاي هحكي حكاية الأحداث بتاعة اللحظة دي إزاي هحكيها بشكل مختلف تماماً عن كل الحكايات اللي بنتفرج عليها كنا لحد وقتها في السينما المصري عشان كده ما نجحش كمان يعني هو كان طليعي لدرجة إنه فيلم زي كده بنشوفه النهاردة وبنقول والله جميل جداً كلاسيكي عظيم بس سبعين أو اتنين وسبعين كان حيبقى إيه ده صادم فمخرجين زي كده هم بيسيبوا باصمة على تاريخ السينما وعلى تاريخ الفن مش بالضروري الفيلم يكون جماهيري يعني يجيب ملايين المشاهدات وكذا لكن هو فيلم بيأثر في تاريخ السينما نفسها يعني نفضل نفتكره فيلم كلاسيكي نفتكره ونحاول نتفرج عليه ونحاول نفهم هو عملها إزاي دي فعلي الشريف قوله فصلاً يعني فجأة كده تلاقي الشخصية دي بالوش ده بالصوت الأجش ده طالع على الشاشة بيقول لنا والله أنا كمان مصري وهو فعلاً النهاردة أنت ممكن تلاقيه في الشارع يعني حد راكب ميكرو باس وبيتكلم كده الواقعي يعني مش حاجة قريبة عالي الشريف في الأرض بهيئته وتركبته الجسمانية وملامحه وهو طالع بدور دياب وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي ملامحه وتركبته تقول أنه لازم دايماً في إطار النمط يطلع الشرير القاتل المأجوم مثلاً يطلع طيب ويطلع أغلب من الغلب ومنكسر تحت أخول أكبر منه حمدي أحمق أردنا يرحمهم جميعاً يا رب وفي نفس الوقت يهزم ضرباً ويبكي لما يضرب على إيد أعزة العلالي الله يرحمه يا رب ومشهد البقرة يعني مشهد أنه بيطلع البقرة من كان قبلها متخنق هو عزة العلالي فلما طلعوا البقرة وتسندوا على كده فبعض رحمها يتقلوا كده برضه أيوة أيوة القوة مع الحنية ده إدارة ممثل ده اختيار يوسف شهين عشان كده أنا بحترم المخرج الفعلاً يقدر مرة تانية يكسر توقعات المشاهد المشاهد مش متوقع يشوف ده بس هو يقدم له ده ومع الوقت المشاهد اللي ما كانش مقتنع بالأرض وقتها بيقتنع بالأرض دلوقتي واحد من أهم مئة فيلم في السينما المصرية الأرض أول حاجة خطرت في ذهني العصفور لكن أنت عندك حق الأرض قبل العصفور علي الشريف ترك بصمة لا هو يوسف شهين اكتشف علي الشريف في الأرض وما كانش متوقع أنه يعني يطلع منه كل ده فاستعام به بعد كده طيب هنا يمكن هرجع تاني على مسألة التقطير والتنميط هل إحنا دلوقتي يعني أنت قلت لي لا إحنا رجعنا تاني لمرحلة التقطير والتنميط بس الممثلين والممثلات المصريات الحاليات بصرف النظر عن الأسماء بقى خالص هم نفسهم عاوزين الإطار ولا هم اللي بيوضعوا في إطار نتيجة النجاح المتكرر لا طبعا المسئولية تقع دايما في رأيي على عاتق الورق السيناريوهات كتاب السيناريو وعلى عاتق المخرجين الممثل هو في النهاية بيبقى يعني يعجينا طيعة في إيد مخرج جيد أو مخرج أقل جودة فلو عنده قدرة على إدارة الممثل ساعات كتير قوي بنشوف ممثلين بعينهم عادي أو مش قادر يطلع كل إمكانياته مع مخرج مش قادر يديره بشكل جيد وفجأة يبهرنا نفس الممثل ده في دور تام مع مخرج آخر بيكون المخرج في الحالة دي عارف يقوله بالزبط إيه المطلوب منه وإزاي يطلع منه كل التقات الكاملة اللي عنده وكذا إنما مش كل الممثلين يقدروا كمان يعملوا أدوار صعبة مش كل الممثل بالضرورة عنده القدرة على إنه يعمل دور صعبة لو خبراته الداخلية أنا عايز أذكر مثلا ممثل عظيم زي محمود حميدة قدراته الداخلية ثقافته بتنضح على طريقته في التمثيل ده قارق كبير محمود حميدة يعني أنا بعتبر إنه عنده ثقافة عالية عنده خبرة كبيرة بالتمثيل عنده يعني موهبة طبعا ربانية إنما في النهاية هو قادر يوظف كل ده مش كل الناس في المجال ده بالضرورة بتشتغل على نفسها فطم مش بيأطر نفسه وده مش بس في مصر ده في كل حتة في العالم محمود حميدة مش بيأطر نفسه أحيانا آه بس أنا بتفهم تماما في طريقة أداء يعني إنه التقيل الأداء ده أنا فوق الناس دي حتى وهو بيعمل مثلا في مسلسل إنه سائق تبيس على قد حاله أنا فوق العالم دي يطلع في دور رجل بلطج برضو أنا فوق العالم دي طول يعني أنا بقعد أقول يا ربي هو شخصيته كده بجد لا معرفش شخصيته يعني أنا بقابله في ندوات على فكرة يعني لما بيصدر في مرات ندوات شعرية أو حاجة فأنا منبهرة به بأداءه وبثقافته وبتاريخه وبالتنوع في الأدوار بتاعته إنما اللي أنا بحسه فعليا هو إنه الممثل الشاطر هو الممثل اللي يقدر يشتغل على تكوينه الداخلي قبل ما يشتغل على مظهره قبل ما يشتغل على حلبس إزاي حيبقى وشي شكله إيه مكياجي شكله إيه يشتغل على التكوين الداخلي لأنه التكوين الداخلي بيطرح نفسه بعد كده على الدور اللي هو بيقديه لو الممثل ما عندوش الخبرات القوية دي بيبان يعني هي خبرة داخلية وخبرة حياتية وخبرة ثقافية وكل ده بيبان مع طبعا إدارة ممثل لو المخرج جيد أو مخرج ممتاز حيبان إنما أنا مستغربة جدا يا أستاذ يوسف إن إحنا بنتكلم في ده فجأة كده إحنا دخلنا في السينما على طول صح؟ ليه مستغربة طول لا مش عارف الدكتورات قاعدتك في السينما يعني ده إحنا ممكن نقعد نتكلم ثلاث ساعات في السينما بدون مذهق ولا لحظة يعني أنا الحقيقة تعملت إن إحنا نتكلم ده مرسيا عايزة أشكرك أشكرك ربنا نخليك لأنه الدكتورات بتاعتك في كده ودي حاجة كانت مهمة جدا إن إحنا نتكلم فيها يعني أتمنى إن إحنا نلتقي بديجي مصر كتير؟ باجي بعد ستة شهور تقريبا في مصر اللي هم الشتاء الكندي حلو الشتاء الكندي القارس مذهل مرعب طيب أنا أستأذن في إن إحنا لازم متقابل تاني أرجوكي يعني أنا أحجز معادي من دلوقتي مش عارف هيبق إمتى بس قبل ما ترجعي أنا أشكرك على إتاحة الفرصة خلص بالعكس إحنا اللي اتشرفنا حقيقي يعني دي حاجة الحاجة التانية مش كل يوم الواحد هيقعد مع حد حصل على وسام فارس ده ببقى شيء كبير يعني ومش كل يوم هنقعد مع التلمسانية لو صح التعبير أنا بس أتحب طرق أسل التلمساني جدا بالتأكيد العيلة كلها اللي هو الجيل الأول فسعيد ومتشرف موجودك معنا حقيقي يعني أشكرك وبأسف إنه الوقت جريب بس كان بالنسبة لي وقت مفيد إلى أبعد الحدود أشكرك أشكرك جدا 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 كل الشكر لدكتور ميت التلمساني للأسف مفيش فاصل أكمل بعده الكلام خلصت الحلقة لحد كده أيضا مش هكوم موجود معكم بكرة كمجرات العادة لكن إن شاء الله لو كان أنا العمر يكون موجود معكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعة سلامات